بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جاء بثلكم حلويات للعيد المعمول اللي نعملوا في العيد أهل الحجاز هذا لازم معمول يوم العيد والمملكة كلها ماشاء الله بس معمول الحجاز يعملونه شوية بطحين أسمر يعني أكثر من اللي أنا حطيته وحطوه معاه بهارات يسمونه بهارات العيش بهارات المعمول لها نكهة معينة لذيب بالمرة الصباح الواحد يفطر فيه مع الشاي يوم العيد وعملت معاه هذا الحلو السريع جداً هو حلو وطعمه حلو وشكله حلو وعملنا له شوية جو العيد البخور لازم إحنا البخور والقهوة العربي الصباح يفطرون على شي حلو طبعاً فطور العيد يختلف الفطور ينحط معه أشياء ثانية بس أنا هذا مش فطور هذا يعني حلويات عملناها للعيد لأنه ما في تجمعات ما في أحد يجي يفطر العيلة ما أحد يفطر زي أول فبس عملنا فرحة حلويات شوية إذا جوا ناس من الأهل من بعيد لبعيد ما في تجمع كل واحدة أخذ لحبة معمول وفنجال قهوة ويمشي ما في زي أول إن شاء الله ترجع لأيام الحلوة لابد الله كريم إن شاء الله يجعلها عياد خير وبركة على جميع المسلمين يا الله هذا فتحت لكم من جوا هذا اللي بالشوكولاتة ما حشي كنافة ما أقول لكم قديش مقرمش وقديش لذيذ عملته كنافة وبسكوت ممكن اللي يحب يحط جوز أو فسق بدل البسكوت أو يخلط معهم زيادة بسكوت مكسرات حسب الرغبة طبعا بس أنا كنت عاملة طبخات فيها كمكسرات كثير هالمرة خففنا شوية البسكوت يعطي ليونة مع الكنافة هذا هو المعمول يعني بصراحة هذا أسرع معمول عملته في خلال السنوات الأخيرة أبدا ما يرتاح ولا شيء يدوب خليناه عجلناه وقعدنا نشتغل في التمرة وشغلنا فيه ولا خليناه يرتاح ولا شيء خلناه الفرن على طول المعمول الحجازي أو السعودي يختلف عن الكعك المصري الكعك المصري يدوب في الفم يعني هش كثير هذا شوي ماسك حاله هش لكن ماسك حاله لا كذا قضمة خاصة وبس هذا هو الفرق بينه وبين الكعك المصري هذه التمرة لما عملناها بالسمسم المعمول الحقناه ما نحط فيه السمسم مع العجينة نحط السمسم مع التمرة هذا بهارات المعمول يانسون ومحلب وقرفة يعني كل واحدة تحط على كيفها سكر بودرة وحليب بودرة سمنا باردة من الثلاجة وطحين أبيض وطحين أسمر وحليب وخميرة وبكينج بودرة رشة ملح طبعا رشة الملح هذه لازم نحطها مع الطحين في كل طبخة هذا اللي سمنا باردة نحط لها الحليب البارد ونحط لها السكر البودرة والحليب البودرة ونحط لها خميرة نصف ملعقة صغيرة خميرة وملعقتين صغار ممسوحين بيكينج بودر وملعقة فأكل مليانة بزار المعمول نخلطهم تمام تمام هذا كله على البارد لا في بالمضرب وخلاص ننخلط حين النوعين مع بعض الأسمر والأبيض ونعجن العجينة ونخليها على جانب عبار ما نعمر التمرة آسها صورة العجينة النهائية الكاميرا كانت الظاهر مقفولة بس الآن حتشوفونا وإحنا نشكل المعمول ببينة تكون متماسكة وهشة مثل عجينة الغريبة ما تكون فيها كتل أو شيء ننخلهم تمام عشان يدخل الهوى ويختلطون الأسمر مع الأبيض هذا هما لما نضربهم بهذا المضرب حرف الكي بصراحة مره المعمول سريع ولذيذ ومريح ما يفرق أبدا عن المعمول اللي نعمله ويقعد ساعة نحط التمرة الحين في محضرة الطعام التمرة تكون لينا نحط لها زيت ونحط لها يا ماء ورد يا ماء صاخن اللي ما يحب ريحة ماء الورد وهي الناعم لازم هي الناعم اللي ما يحب ريحة ماء الورد يحط ملعقتين ثلاث ماء صاخن عشان التمرة تذوب يصير لينا نحطها الحين في وعاء نعجينها بإيدنا ونحط لها سمسم محمص نحمص السمسم الحالو عناها شفي مقلايا ومضيفه أنا حطيتها لعلي شوية فانيلا أحب أنا ريحة الفانيلا بس حطيت شوية يعني هذه الفانيلا بودرة بعدين نحطينا لها السمسم لمحمص صارت عندي الحين أحلى حشوة لينا التمرة وذايبة لازم لأنه بعدين إذا صارت قاسية تتقطع من العجينة نعملهم كور صغيرة خلاص عندي العجينة جاهزة شايفين قوامها العجينة ناخذ كورة من العجينة ونحشيها كورة من التمرة ونعملها كورة بإيدنا نحطها بقالب المعمول نقشها زي أول هذا المناقيش تنباع الآن في كل محل كل مكان اللي بيع الحلويات يبيعها حتى في منها بلاسك منزلين بلاسك بعد شايفين قوام العجينة هذا قوام العجينة صراحة يعني المعمول كان رائع بمعنى الكلمة وسهل وسريع كلهم الحلل اثنين هذولا والله ما أخذوا مني يمكن نص ساعة مرة سريعين خاصة يعني ما عملتنا كمية كبيرة ما في أحد يجي كثير فليش الواحد يكثر يوم يومين وخلاص بعدين الباقي نحفظه بقلبه بالفريزر متى ماشي هنا طلعناه وخلاص ما نخلي بحرارة الغرفة يعني حرارة الغرفة هي قاعد بس ثلاثة أربع أيام بعدين يبتدي يتغير طعمه لازم الفريزر بصراحة هذا الحلل الثاني عملتوا بهذه عجينة التارت محبوزة جاهزة عندنا في السوبر ماركت وكنافة وبسكوت وشوكولاتة وحليب مكرمل يعني شايفين من هالأشياء الخمسة حنعمل أحلى حلة وأفخم حلة هذا الحليب اللي مكرمل إذا ما عندكم أنتوا أعملوا كرمل في البيت قاسي وحتى هذا العجينة ممكن إحنا نعملها في البيت عجينة تارت عادية في البيت بس أنا موجودة وحبيت السرعة هذا الكنافة نحطها شوية زيت نحطها على النار نقلب نقلب مدة لما تحمر صير حمرة ومقرمشة البسكوت نحطه في كيس نايل ونطقه ممكن نطحنه ناعم بعد ممكن نطحنه بودرة ناعم أو قطع ما تفرق الكنافة نشيلها نحطها على ورق بعدين نشيلها برضو نحطها على الورق الجهة الثانية عشان أي زيت ينزل منها عشان نتأكد تكون ناش فما فيها زيت نحطها في عاء نحطها البسكوت ممكن نخلط جوز فستق معا أو ممكن بدون بسكوت بس كنافة وجوز وفستق الحين حسيت أنه قليل زيته شوية بسكوت يعني هذي الحشوة أنتو تتحكمون حسب ذوقكم الحين نحط من الحليب المكرمل ونعجينها عجينة قاسية شوي ما نبغاه مرة رحوة لما تتماسك بسك نحشي فيها سيما Portal هذي Water بالشوكلاتة بس ممكن يعني الواحد لحملها فى البيت عادي بس مدام موجودة وسعرها رخيص فى متناول اليد الواحد يمشي حاله وهذا محلات الحلويات عندنا كده محل فاتح بيقهم جاهزين بكل النكهات سادة ومربع ومدور ومعجنات مالحة ومعجنات حلوة وفعلا والله طعمها لذيب يعني وتختصر لنا الوقت الحين نحط الشوكولاتة في وعاء نحط لها شوية زيت مثل ما قلت لكم 300 جرام شوكولاتة نحط لها ثلاث ملاعق أكل زيت أو أقل ما نكثر الزيت بعدين نصير الشوكولاتة سايحة تسيح علينا نحطها على حمام ماء نقلب فيها لما السيح لازم النار تكون هادئة مثل ما علمتكم الحين نغمسهم نصب عليهم كده شوكولاتة بالملعقة نغطيهم ونشيلهم بالشوكة ونهزهم تمام تمام عشان ينزل الشوكولاتة الزايدة نرتبهم على منخل أنا عندي هذا منخل كبير اللي ننخل فيه لطحين عشان تنزل الشوكولاتة الزايدة لو فيه بعدين لو الشوكولاتة جمدت معاكم أرجعوا سايحوها شوي على حمام مائي يمكن مع المكيف أو الشاي ما في مشكلة وخلاص نحطت تلاجة تبرل بعدين أنا حطيت عليها ورد من محل الكلف مش ورد يعني نأكل ورد تزين والمعمول خبزنا ووصل فرن وسط مئة وثمانين ما يطول ربع ساعة وخلاص وهذا هو وألف عافية وكل عام انتم بخير إن شاء الله وعيدكم سعيد وعيدكم مبارك يا رب ينعاد عليكم بالخير شكرا